اليوم وأخيراً قررت أنني أنزل أصعب 10 تحديات في لعبة مايني كرافت الجوال ويا عزيز المتابع إذا سويت هاي التحديات فأنت بطل وهاي التحديات رح تقسم على أربع أقسام السهل والمتوسط والصعب وخارق الصعوبة وكل التحدي سيحتوي على قوانين خاصة لذلك يا صديقنا نصحكم المشاهدة على الفيديو بالكامل لأنك ستستمتع ولا تنسى اللايك والاشتراك ويا الله خلنا نبدأ بالتحدي الأول في المستوى السهل أوكي نبدأ بالتحدي السهل أوكي يا جماعة خلنا نبدأ بتحدي سهل و بسيط التحدي الأول هو أننا نصعد الأعلى ارتفاع في العالم ثم ننزل إلى أقل ارتفاع وهذا الـ achievement طبعاً من 1.18 لكن نسويته الحين وخلوكم مع المحاولة الأولى لقد فشلت في المحاولة الأولى لكنني بإذن الله أنا أفشل بالثانية أوكي شباب لقد نجحنا من المحاولة الثانية إذن لنذهب إلى التحدي اللي بعده أوكي جماعة التحدي اللي بعده سيكون في النذر أما قانون هذا التحدي أننا سنحاول قتل خمسة من البلايز رود بدون استعمال أي نوع من الدروع وأيضاً باستعمال هذه الأغراض سيفي ستون، ستاك ديرت، و 18 لحمة و 22 وإذا ميت فإن عدد البلايز رود التي قتلتهم في المحاولة التي قبلها يضل طبعاً هنا أنا فصل النت فأني كنت شبه معذور لكن قررت أنني أكمل المحاولة وكما رأيتم متت لذلك قررت أنني أضيف المنقذ الجولدين أبل موسيقى نعم يا جماعة متت بالمحاولة الثانية كي أنه بقال بس محاولة وحدة أخيرة خليكم معاه موسيقى 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 اوكي ايه جماعة كما شفتو فزنا بالتحدي ويلا خلوا نروح على التحدي اللي بعده اوكي يا شباب نحتاج في هذا التحدي اننا نكون بند لأ في هذا التحدي رح نحاول اننا نلقي الالترا باستخدام فقط اثنين استاغ من بلوقات الخشب خليكم مع المحاولة الاولى طبعا ما تريدوني اشوفكم كل المسافة اللي قطعتها لذلك رح اشوفكم الشي الغبي اللي سويته واللي تسبب في هذا الشي ايه نعم متت ورجعت وقررت اني اساو تليبورت على صاحبي على مدكم للتهدي لانه مستحيل ارجع كلها المسافة وطبعا بعد قطع مسافات جدا طوية شفت الطريق واخيرا يب زي ما شفتوا واخيرا لقيت السفينة اللي بيها الالترا وطبعا استخدمت الافكت اللي يطيني ايا الشاركور بوكس على مود اسعد لعند الالترا خليكم مع اللقطة اوكي شباب كما شفتوا في ازنة بالتحدي هذي اوكي شباب كما شفتوا اللقطات المسربة صحيحة حسام غش يعني معناته انا فشلت بهذا التحدي ما حبته غش واقول لكم اني نجحت اوكي يا جماعة بما انه خلصت تحديات السهل فالان نحن بالمتوسط يا جماعة في هذا التحدي يجب علينا ان يجيب فول ارمار دايموند في عشرين دقيقة ولدينا محاولة واحدة فقط كما قلت لكم كل تحدي اللي دي خاصيات فاريه خاصية هذا التحدي خليكم مع المحاولة اوكي وبالطبع شغل قدرات السبيدران الى السطوريه اللي عمي و بيشد وبعدين صار هذا الشيء الغير المتوقع اوكي و نقدر نقول اننا فشلنا للمرة الثانية اوكي يا جماعة التحدي اللي بعده يقول انه لازم اقتل كريبر في مدة دقيقة وحدة بدون استخدام اي شيء حتى لو يكون الدنيا لها الشغلة عادية وهذا التحدي همه رح يكون عبارة عن محاولة واحدة في الله خلونا نبدأ فيا الله خلونا نبدأ فيا الله خلونا نبدأ انتاءالعاش اوكي حسنا حسنا نقل اوكي و شيء اوكي مساء وفشلت فشلاً ذريعاً في هذا التحدي أيضاً إلى التحدي اللي بعده حسناً في هذا التحدي نحتاج أننا نكونوا في النذر لأن في هذا التعادي سنحاول أننا نجد نذر سكراب أو نذر رايد من قلعة البيقلين في استخدام هذه الدروع وهذه الأغراض سيف ايرون ثلاثة ستاقات من الديرت و واحد بيكاكس يلا خلونا نبدأ بالتحدي أنت أعم لكن المحاولة الثانية ستكون أفضل يب يا شباب وأخيرا في زيتب هذا التحدي يا أخو والله النينو أخي دعا ما نخسر بس يلا في زيتب على التحدي اللي بعد أوكي يا جماعة الحين قفزنا على التحديين الأخيرات المستوى الصعب أوكي يا جماعة أول تحدي في المستوى الصعب هو أنك تدخل سيدع شوائي وتحاول أنك تلقي في 30 دقيقة باستخدام التراوة 30 دقات من الفايرورك فيلا خلونا نبدأ طبعا وحظي الزبالة خلاني أراس بن بمكان الزبالة وبالأخير ما لقيت ولا شيء وصار عندي هذا الشيء حتى شغلت أنا في الطريق أنا في الطريق أنا في الطريق أنا في الطريق ما أعرف آن الجاية أسوي ولا حتى الجاية أحتي أنا في الطريق أنا في الطريق لو كنت أصغر ما في الكون لن أتوقف مهما يكون أنا في الطريق أنا في الطريق راح أكل بطيخ منه وبعدين صار هذا الشيء غير المتوقع أوووووو حسرت Durham مريك التحدي اللي بعده اوكا يا جماعة في هذا التحدي راح نكون فيها النذر بدون لا دروع ولا سيوف ولا ايشي والغرض اننا نطلع من النذر وراح يكون اليه بس محاولة وحدة لذلك خلنا نبدأ وطبعا حظ ابن الاوادم خلاني ارسبني بهذا المكان والان الواجب على عدنان يكسر البوابة احسنت يا عدنان احسنت طبعا كانت الخطة لبراسي انني ارسبني ببوين بيوود لكن حظي الحلو ابن الاوادم خلاني ارسبني بهذا البوايم كانت فكرتي انني اجيب شوية قولد واعطيه للبيقلين بعدين اطلع بالفاير بوو وهذا هو اللي كان براسي لكن رسبنت بهذا المكان اعتقد هذا حظي وما اقدر اغيره ويب خسرت خسارة اخرى يالي من فاشل شغوب موسيقى حزينة بليز ويلا عالتحدي الاخير واخيرا وصلنا الى التحدي الخارق الصعوبة اوكي التحدي الاخير سوف نحاول ان نقتل التنين من محاولة واحدة وفي هذا التحدي سنكون على استعداد تام بهذه الاغراض سيف ستون زائد ستاق من اللحم يعني مثلا شعبارك عزيز المتابعة جيب لك شي اوفر بور لا حبيبي لا وطبعا بدت المعركة الحاسمة بين حسام والتنين موسيقى موسيقى ويعني شعباركو مثلا يعني التحدي الاخير وراح افوز لاح عزيز المشاهد الحسام مستحيل يفوز ايقف ليك هاي شنو ما قلت لهم التحدي الاخير شنو شاب التحدي الاخير التحدي الاشراس عب تعدي في لعبة مينكرافت هو انك تحط سبسكرايب هاي يلا فيما الله واحب في النهاية اقول لك يا عزيز المتابعة شكرا جزيلا لك لانك تابعت المقطع من الفيديو اللي النهاية وتحملت الكرنج والمنواب ماتي يا اخو والله احبك يلا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك والله العظيم يعني تدروني جغل مساحت هاي فيديوهات مساحتين قلنصة صارت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة